جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض نصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة مؤكدا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي تعوائق وخلال مشاورات سياسية مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية وتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا في العاصمة بريتوريا أوضح شكري الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل من عام 2025 كما أكد شكري على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل التجامع البريكس وتعاون عن قرب مع جنوب إفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجامع الرامية ترجمة نانسي قنقر